وخاصة مثلا حقيقتك يعني زي معظم يعني الناس في مدارس تعليم عادية يعني مش مدارس انترناشنال مثلا لا ما كنتش مدارس انترناشنال الحقيقة الطلاب مدارس انترناشنال بيكونوا حاصلين على الميزة دي هتن هم تعليم 14 سنة في بيئة كاملة باللغة الإنجليزية ده بيسهل عليهم جدا الانطلاق في اللغة فلسفتي جات منين؟ جات من معانا شخصية جات من معانا أن أنا مش قادر أتكلم مش قادر بتهته بتلعثم لفيت على كل الكورسات والأكاديميات وطرق التعليم المختلفة قعدت شهور قعدت سنين ومش عارفها وصل لحاجة لغاية ما تعمقت جدا جدا في علم اكتساب اللغة أنا عايزة أفهم يا جماعة أنا إزاي أتكلم بسرعة؟ عشان أتكلم بسرعة لازم تعيش في دولة أجنبية يعني أسهل طريقة حضرتك عايزة ابنك يتكلم بسرعة هبعثوا بره؟ هبعثي بره كندا أمريكا بريطانيا أي دولة نطقة بالإنجليزية هيقضي تفرج على الأفلام بالإنجليزي هيسمع الراديو بالإنجليش هيتكلم مع الناس بالإنجليش هينزل القهوة هيتكلم إنجليش هسفاديم ده صعب جدا تحقيقه صعب إحنا يعني مش للدرجات إمكانياتنا تسمح إن إحنا نبعثه يعني ولهنا يتعلموا لغة في وده بالملي اللي حققنا في منجليش أنا اسمه منهج المعايشة اليومية منجي إميرس منهج حصري إحنا عملنا إيه؟ بكل بساطة أنا لو قلت لحضرتك هتعالي إدريسي معي كل يوم برضو مش هتحب الدراسة ما هو محدش بيحب الدراسة كل يوم إنت حدرك عندك شغل عندك بيت ما عندش وقتك ما فيش وقت والولاد نفس الكلام فكان الحل هو الخروج من بوتقة الدراسة إحنا بنتعايش يوميا في منجليش ولكن أفلام أغاني مسلسلات دي بيت كلاب في مسابقات في ريدن كلاب بنقرأ قصص قصيرة بنسمع لسكريبت وحاجات كلها قصيرة جدا يعني الطالب بيتعلم مع خمس أو ست مدرسين ممكن حصة منهم تبقى ربع ساعة ريدن كلاب ده ربع ساعة أو تلت ساعة مع مدرس لوحده الدي بيت كلاب هو مناظرات بين مثلا عندنا متين فصل بنعمل بينهم دوري عشان يتناظروا الطلاب بيطلعوا مثلا من نادي المناظرات عايز أقولك هو بعيد احنا عندنا حصة رؤيسية الحصة رؤيسية زيها زي أي منهج عادي زي المدرسة أو زي أي حاجة زي كورس بس أونلاين أونلاين طبعا أونلاين لأننا عايزين نوصل لكل الناس أحسر لا أنا عايز أقولك لأنا عشان أضيع وقتي في أننا أخد ابني ولا أخد بنتي وانزل سوق عشان نطني المطقة تانية فأنا على الأقل ساعة رايح وساعة جاي فيه ساعتين في اليوم ميتين بالنسبة لي طب وليه هنخسر ساعتين دول الله ينور عليك بالذات لو مثلا ابني في أيام الدراسة طب أنا عايز أقولك على حاجة تانية طب أنا عندي الاسبيكين كلاب مفتوح 8 ساعات في اليوم 8 ساعات اللي بيحصل فيهم هو عبارة عن أنا بسميه دايما كافي شوب كافي شوب ابنك يعني هو حكتيني أما بيمارس اللغة مع طلاب من أعمار مختلفة الليفل قريب جدا من بعضه وبالتالي بنعمل سياسة الري انفورسمنت اللي هي سياسة أعادة التعزيز الطالب يقدر يتكلم مرة واثنين وثلاثة مش واجب هو قاعد بدون إشراف ده مساحة حرة آمنة حرة يتكلم فيها جدا يتكلم وفي أي وقت إتنا عندنا أولياء أمور بقولك خش المونجل شروع خش الاسبيكين كلاب مفتوح 24 ساعة كانوا نادي نادي يعني الجزئية دي لا نادي واحد من 12 نادي عندي حصص رئيسية و12 نادي للتعليم اللغة 12 نادي يومي واحد منهم بالليل واحد الصبح ما لقيتش الصبح هتخش بالليل عايز تتفرج على الموهي بتحميلي أبني جدا من أن أنا لما يقض في نادي أولاين مع طلبة من سنه بيتعلموا أو بيتكلموا بالإنجليش بدل ما روح يقض على أي منصات اللي هي اللي ممكن محتاجة رقابة مني كأم وبالعكس لما أشوف يعني ناس من جيلي وعارفة تواصل معاهم وعمل صداقات معاهم أنا حبقى في أي وقت فراغ أنا عايز أدخل أساني